بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته السلام على شهدائنا الأبرار السلام على معتقلينا السلام على حرائرنا في السجون السلام على آباء وأسر الشهداء السلام على الجرحى ورجال الله المطالدين السلام على رموزنا المغيبين في السجون ونحن ننتظر ذكرى ثورة الرابع عشر من فبراير وهي الذكرى الثالثة لابدنا من موقف ومن كلمة وإذ نحيي شعبنا على صموده وعلى عطائه المتواصل وعلى وعيه وبصيرته النافذة فإننا مضطرون للتطرق إلى عدة نقاط منها واحد في هذه الأيام الحساسة وفي هذا المنعطف الذي يمر به ثورتنا ويمر به شعبنا الأبي نذكر بعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف إضعاف الحراك في ذكرى الثورة ثانيا رص الصفوف وعدم الدخول في أي صراعات بينية تؤثر على الحراك وتضربه ويستغلها النظام الخليفي وأجهزته الإرهابية ثالثا الوعي وكشف مخططات الخليفيين والتصدي لها رابعا مواصلة الحراك الدولي الحقوقي بقوة وعدم التهاون في ذلك خامسا وهو الأهم النزول في الشارع والساحات في ذكرى الثورة والمشاركة في فعاليات القوى الثورية ومنها فعالية العصيان المدني الشامل الذي دعا لها ائتلاف ثورة شباب الرابع عشر من الفبراير فإن هذه الفعاليات والمشاركة فيها والنزول في الشوارع لهو ضمانة لتوفية الفرصة على الخليفيين ولضرب كل مخططاتهم الرامية لاحتواء ثورتنا المجيدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته